موسيقى موسيقى قال المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة في المذهب صلاة مستقلة معنى كلمة صلاة مستقلة أي ليست هي بدل عن الظهر لماذا؟ لاختلاف الوقت وقت الظهر عندنا يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى خروج وقت الظهر فلذلك عندنا في المذهب نسميها صلاة مستقلة ليست عندها مثل باقي المذاهب باقي المذاهب إنما هي بدل لذلك وقت ووقت الظهر أما نحن فعندنا صلاة الجمعة صلاة مستقلة دخول وقتها يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يعني كصلاة العيد هذه بدايتها صلاها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه به الاحتجاج على هذه المسألة نعم صلاة الجمعة قال الشيخ تلزم كل حر مكلف مستوطن ببناء ولو تفرق واسمه واحد لا على مسافر سفر قصر أو عبد أو امرأة ومن حضرها منهم أجزاءت ولا يحسب من العدد ولا يأم فيها بخلاف نحو مرير الآن صلاة الجمعة تلزم كل حر خرج من؟ خرج العبد مكلف خرج الصبي والمجنون مستوطن خرج غير المستوطن الناس عندنا ثلاثة أصناف مقيم مسافر مستوطن المقيم يقابله دائما المسافر والمسافر يقابله المقيم إذن هم أثنان لكن في باب صلاة الجمعة وباب صلاة العيد نذكر الاستيطان هو إقامة لكن زائدة إذن الاستيطان ما هو؟ إقامة لكنها زائدة معنى الاستيطان عندنا هو أنك في بيت مما يبنى ممن أعد للاستقرار القصب والخشب والحديد والطابوق وما شابه ذلك وضع لماذا؟ للاستقرار للاستقرار لا تفارقه صيفاً ولا شتان معنى الاستيطان بناء لا تفارقه صيفاً ولا شتان كلمة بناء أي مما أعد الاستقرار لذلك من قصب أو خشب أو ما شابه ذلك يفارقه ماذا؟ الخيام هل الخيام وضعت للاستقرار؟ إذن أهلها ليست عليهم جمعة هذا هو الفارق وهذه من المساء التي يغلط فيها بعض الناس يظن أن الوافدين ليسوا مستوطنين الاستيطان كما قلنا هو أنك تمكث في بناء صيفاً وشتاءاً لا تغادره تستقر سنة سنتين ثلاث أربع حسب حاجتك فأنت تسمى مستوطن من هذا الباب أما الإقامة التي في باب السفر فهي أنك بعد الشروط التي قدمناها بعد أن تذهب إلى مكان تريد أن تجلس فيه أكثر من أربعة أيام فإنك تعد مقيم نويت الإقامة تعد مقيم لك زوجة أنت مقيم فهذا الفارق تنبه له فيما يأتي هذا البناء يقول الشيخ ولو تفرق واسمه واحد هذه من المسائل التي ربما نكون قد مرت علينا سريعا دون التنبه لها نفرض مثل هذا الكتاب هذه مدينة هذه الكتاب هو مدينة من طرفها الذي هنا إلى طرفها الذي هنا خلنفرض أنه بالفراسخ خلنفرض بصطلح الفراسخ أن من هنا إلى هنا عشرة فراسخ والفراسخ كما قلنا ثلاثة أميال والمي ثلاثة آلاف وسبعمائة متر أضرب ثلاثة ثلاثة أطلع معك تقريبا قل عشرة عشرة بعشرين مئة كيلو إذا كان هذه القرية اسمها واحد ليست عدة مدن اسمها واحد فإن من هنا يجب عليه أن يسعى إلى هنا لو كان المسجد هنا ومن هنا يجب عليه أن يسعى إلى هنا إذا كان المسجد هنا كما كان في زامن النبينا صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة وواجب على من دخل في المدينة أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المسافة في ذلك العهد تعتبر بعيدة أما إذا هذه المدينة وأنا أسكن هنا فالمسافة يجب أن تكون فرصخ فأقل إذا دون الفرصخ يجب علي السعي إذن ما كان داخل المدينة مهما تباعدت واجب علي السعي إذا كنت خارج المدينة يشترط أن يكون بيني وبين المسجد فارصخ لعلها واضحة نعم يقول الشيخ صلاة الجمعة تلزم كل حر مكلف مستوطن بناء ولو تفرق واسمه واحد لا على مسافر سفر قصر إذن المسافر سفر قصر لا يجب عليه جمعة المسافر سفر غير قصر تجب عليه الجمعة المرأة لا يلزمها العبد لا تلزمه الجمعة الآن هؤلاء حضروا مسافر وعبد وامرأة حضروا الجمعة تصح منهم أم لا تصح قال الشيخ ومن حضرها منهم أجزاءت نعم الآن هل يحسب من العدد الذي سنشرطه بعد قليل لا يحسب من العدد يعني مثلا لو هذه القرية أو المدينة عددهم تسع وثلاثون وجاء مسافر فكمل الأربعين هل لهم جمعة نقول ليس لهم جمعة لأن المسافر لا يعد من أهل الجمعة حضرت امرأة لا تعد حضرها عبد لا يعد نعم قال ولا يحسب من العدد أيضا كما أنه لا يحسب إذن لا يصح أن يكون إماما فيها ولا يأم فيها بخلاف نحو مريض المريض عذر تمنعه يعني تبيح له التخلف عن الجمعة لكن لو جاء يحسب من العدد لأنها واجب عليه لو لا المرض نعم ومن بخيام ونحوه تلزمه بغيره إن كان بينه وبين موضعها فارسخ فأقل إذن خارج المدينة بيني وبين الفارسخ قلنا تقريبا عشر كيلومات من الأمتار أنا دون العشرة إذا أقيمت في هذه القرية جمعة يجب علي السعي إليها أما أهل الخيام فلا تجب عليه ومن صل الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل فعلها لم تصح والأفضل لمن لا تلزمه تأخيرها حتى تصلى الجمعة الناس صنفان رجل عاص بترك الجمعة ورجل معذور بترك الجمعة كم نوع نوعان الذي عاص بترك الجمعة لو صل الظهر قبل صلاة الإمام فصلاته باطلة والعلة أنك انشغلت بعبادة لم تطلب وأهملت عبادة تطلب فأنت مطلوب منك الجمعة لماذا تصلي الظهر لكن لو صل الإمام الجمعة صح لك أن تصلي الظهر مع إثم التخلف عن الجمعة أما المريض فهو معذور المرأة ليست مخاطبة العب ليس مخاطبة لو صلوا قبل صلاة الإمام طبعا في وقت الظهر يعني دخل وقت الظهر مثلا الآن كل مساجدنا مع صلاة الظهر تخطب الآئمة فلو رجل سمع خطبة الإمام فقام فصل الظهر مما لا تلزمه الجمعة فما الحكم صلاته صحيح لكن الأفضل بعد ما يصلي الناس تصلي أنت ويحرم سفر من تلزمه في يومها بعد الزوال وقبله يكره ما لم يأتي بها في طريقه أنا الآن نويت السفر يوم الجمعة انتبه قبل الزوال بعد الزوال قبل الزوال كما قلنا تصح الجمعة في مذهب الحنابلة لكن يهو يكره السفر بعد دخول وقت الجمعة وهو ما قبل الزوال أن الجمعة يبدأ وقتها كوقت العيد نقول حالتك مكروها لكن لو قال أصلي في الطريق تزول الكراه لكن لو أذن الناس في الوقت المعتاد لصلاة الظهر للجمعة فإن نيتك السفر وانطلاقك في هذا الوقت يعد حراما لأنك خطبت في تلك اللحظة وأنت مقيم بصلاة الجمعة هذه هي العلة أنت تلبست بالسفر بعد أن وجبت عليك الجمعة الآن نأخذ شروط الجمعة فصل شرط صحتها الوقت وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة الوقت عندنا كما قلنا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت العصر هذا كله وقت جمعة الشيخ يقول هنا نفرض أن الناس لم يتنبهوا لصلاة الجمعة إلا قبل خروج وقت الجمعة بقدر تكبيرة الإحرام إذا أدركوا هذه التكبيرة صحت لهم جمعة وإن لم يدركوها صلوها ظهرا وحضور أربعين من أهل وجوبها مستوطنين بقرية وتصح فيما قارب البنيان فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا صلاة الجمعة يشترط لها العدد هذا في مذهبنا يشترط لها العدد والعدد هم أربعون لو أن إنسان مات في تلك اللحظة والإمام يخطب مات أحدهم فنقص العدد أم لا جن أحدهم نقص العدد إذن لا يصلونها جمعة يصلونها ظهرا لأن العدد الأربعين مطلوب من بداية الخطبة انتبه للخطبة لأن الخطبة من شروط صحة الجمعة فإذا خطب أو صلى فنقص العدد فإنها تنقلب إلى ظهر يعيد الصلاة ظهرا إذن وحضور أربعين من أهل وجوبها مستوطنين بقرية أيضا في المذهب عندنا لو أن فرضا لا نريد أن نصلي في المسجد نريد أن نصلي في الصحراء التي قريبة من القرية تصح كما فعل الصحابة رضي الله عنهم صلوا في حرة بني بياضة وهي صحراء أو قرية أو فضاء فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا إذن لا بد من بداية الخطبة إلى نهاية الصلاة العدد موجود ويدركها مسبوق بركعة مع إمامه وإن أدرك دونها أتمها ظهرا إن دخل وقتها ونواه وإلا فنفلا الآن رجل مسبوق أدرك ركعة كاملة صحة جمعة إذا أدرك ركعة كاملة صحة جمعة أدرك أقل من الركعة يصليها ظهرا بشرط أن الوقت قد دخل والوقت متى يدخل؟ بعد الزوال إذا لو صلينا قبل الظهر ساعة العاشرة ما الصباحا مثلا وأدرك جزء من الركعة الأخيرة نقول صليها نفلا لأن وقت الظهر لم يدخل أما إذا دخل وقت الظهر فإنه من لحظة تكبيرته ناويا أنها صلاة ظهر وليس جمعة إذن الجمعة كم ركعة كما سنأخذ؟ ركعتان إذا أدرك ركعة كاملة صحة جمعة أدرك جزء من الركعة تنقلب ظهرا بنية مسبوقة فإن لم يكن الوقت فإنها نفل مطلق وتقدم خطبتين إذن شرط الثالث تقدم خطبتين من شرطها الآن شروط الخطبة انتبهوا شروط الخطبة مطلوبة في صحة الخطبة التي صحة الخطبة مطلوبة في صحة الجمعة فيقول من شرطها حمد الله تعالى والصلاة على رسوله وقراءة آية والوصية بتقوى الله وحضور العدد المعتبر والجهر بحيث يسمعهم من شروط الخطبة أن تكون بحمد الله والصلاة على رسول الله هناك خطبة عرفت بتاريخنا الإسلامي بالخطبة البتراء لماذا لأنه لم يحمد الله ولم يصلي على النبي وهي خطبة زياد بن أبيه سنة خمس وأربعين انهجرت نبينا صلى الله عليه وسلم لما ولاه معاوية البصرة وهي خطبة يعني من حيث العربية وجودتها وعيضا ما فيها من الكلام تعتبر الغاية في البيان بدايتها إن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء ما فيه سفهاءكم ويشتمل عليه حلماؤكم من ترككم هذه الضعيفة تنهب ثم ذكر وجعل يذكر حتى ذكر من الأخلاق أنه قال وأنكم قد أحدثتم أحداثا لم تكن فأحدثنا لها عقوبة من غرق قوما غرقناه ومن نقب بيتا نقبت عن قلبه ومن حفر قبرا دفنته به حيا ولذلك كان مما كان أنه لابد أن له أصدقاء وأحباب وله أعداء فقال وإن كان بيني وبين قوم إحن فقد جعلتها دبر أذني وتحت قدمي فرب مسرور بقدومنا سيسوء ورب مساء من قدومنا سيسر فمن كان محسنا فليزدد إحسانا ثم ذكر خطبة طويلة يعني ذكرت في تاريخ الطبري وذكرت في البيان والتبيين للجحر نعم إذن لا بد من حمد الله هذا أولا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثانية وقراءة آية بعض الخطبة غفر الله لهم يخطب خطبة سياسية بمجرد ما يبدأ الخطبة لا يحمد ولا يصلي ولا يذكر آية ولا حديث ولا موعظة فما حكم خطبته باطلة وبناء عليه تبطل الجمعة فليحذر الإنسان إذن شرط وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله وحضور العدد المعتبر وهم الأربعون أيضا والجهر بحيث يسمعه يسمعه إذن لو خطب خطبة لم يسمعه غالبهم يعني متعمدا خفض صوته يعني لا يبلغ صوته إلا العدد اليسير من الذين أمامه فإن خطبته لا تصح بحيث عندنا شرء أن يسمع الأربعين يسمع الأربعين الآن هل يشترط لها الطهار الخطبة قال الشيخ لا الطهارتان وستر العورة وأن لا يتولاهما من يتولى الصلاة ليس شرطا عندنا أن تكون على طهارة لا صغرى ولا كبرى ولا ستر العورة شرط في صحة الخطبة إنما هذه من المستحبات طبعا نتكلم عن ناحية الفقهية دائما حاول أن تميز بين العادات والتقاليد والمروء وما شابهها وبين الحكم الفقهي الفقه يقول هكذا لو خطب رجل عريان ما الحكم خطبته صحيحة لأن لا نشترط ستر العورة ولا نشترط الطهارة لكن هذا الفعل من ناحية الأخلاقية والمروء وما شابها لا ينبغي له ويؤدب على ذلك يعني دائما فرقوا بين الحكم الفقهي وبين الحكم العادة والمروء وما يحسنه حسن الأخلاق الآن رجل خطب والثاني صلى بنا ما حكم هذا الفعل صحيح لأن لا نشترط أن الذي يتولى الخطبة هو الذي يتولى الصلاة وسن أن يخطب قائما على منبر أو موضع عالي لفعله صلى الله عليه وسلم وضع له منبر وقبلها وضع له جذع الذي حنى لرسولنا صلى الله عليه وسلم ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم إذا صعد الإمام المنبر وواجه المصلين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويجلس إلى فراغ الأذان بين الخطبتين قليلا ويعتمد على نحو سيف ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين إذن يسلم يجلس بين الخطبتين يجلس إذن جلسة الإمام كم جلسة؟ جلسة جلسة الأولى بعد السلام والجلسة الثانية بين الخطبتين يعتمد على نحو سيف وعصى وما شابه ذلك لكن علة المذهب عندنا أنه يعتمد على سيف أن البلاد فتحت بالسيف وأن الله أعز هذا الدين بالسيف طبعا شيء بسيط فرق بين فتح البلاد وفتح القلوب الإسلام انتشر بحد السيف بمعنى فتح رقعة الأرض وهذا شيء لا يخال فيه عاقل أن القوي يفرض وجوده في كل مكان أما إذ خال الناس إلى دين الله فلم يقع بفضل الله أي إكره وإنما دخل الناس قناعة ففرقوا بين الأمرين يقصد تلقاء وجهه أي أن الخطيب يخطب تلقاء وجهه يقصدون أن لا يميل إلى هذه الجهة فيحرم هذه الجهة ولا يميل إلى يساره فيحرم يمين وإنما يجعل تلقاء وجهه بمعنى أنه يعطيهم حقهم من رؤيته يقصر الخطبة ويدعو للمسلمين قصر الخطبة دائما هي خطبة من الفنون العلمية يعني الخطابة فن ولذلك جعلت في باب المنطق أحد أبوابه لأنك أنت تريد أن توصل فكرة هذه الفكرة لا بد أن تراعي فيها أن الناس يعني يحتاجون إلى معلومات قصيرة تحفظ لذلك أهل يسمونه ما يعرف باسم الإلقاء دائما يقول الخطبة لا تزيد عن ربع ساعة إلى ثلث ساعة لا تزيد لأن قدرة الناس على الاستعاب في هذا الموطن إلى عشرين دقيقة هم معك بعدها يخرجون من سيطرتك لذلك قال النبي قصر خطبته مع طول قراءته دليل على ماذا؟ على فقه الرجل يدعو للمسلمين لأن هذا باب خير واجتماع فينبغي الدعوة للمسلمين جميعا قال فصل والجمعة ركعتان وهذا إجماعا أجمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الجمعة ركعتان يقرأ جهرا ندبا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين يقرأ جهرا هذه نقلت عن نبي صلى الله عليه وسلم لكن المندوب هاتين الصورتين صورة الجمعة وصورة المنافق وفي فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى صورة الإنسان طبعا الفجر يتركها في بعض الأحيان حتى لا يظن الناس أنها من لوازم الجمعة إذن فجر يوم الجمعة يستحب أن يقرأ ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان صورة الإنسان وإنما يتركها في بعض الأحيان حتى لا يقول الناس أنها من فرض صلاة الفجر يوم الجمعة الآن عندنا مسألة خطيرة وهي وتحرم إقامتها كعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وفتنة فإن فعلوا فالمسبوقة باطلة وإن جهل الحال صلوا ظهرا وجوبا الآن الجمعة تختلف عن غيرها أنها مطلوب أن يصلي جميع المسلمون في مكان واحد لخطيب واحد في السابق كانت الخطبة يقوم بها إمام المسلمين ومن ينوب عن إمام المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لا تقام الجمعة إلا في مكان واحد وللفرق بين المساجد يسمى المسجد الجامع يسمى المسجد الجامع لأنه يجمع كل أهل القرية في هذا المكان إذن لو سألك رجل حكم إقامة الجمعة في أكثر من موضع الأصل الحرمة قال الشيخ وتحرم إقامتها كعيد في أكثر من موضع من البلد الاستثناء إلا لحاجة كضيق المسجد ضاقة بأهله المسجد يستوعب خمسين ألف وعدد القرية ثلاثمائة ألف إذن المائتين والخمسين أين سيذهبون؟ لا ليس لهم مكان فنستحدث مسجد آخر أو نوسع هذا المسجد بحيث يستوعبهم إذن حاجة كضيق أو فتنة يعني قريتنا لا نستطيع أن نخرج منها بسبب القرى الأخرى أصبحت فيها نهاب طرق وما شابه ذلك الآن عندنا ليس ثم حاجة وفتح الناس أكثر من مسجد فنقول المسبوقة باطلة خطب الآن مساجدنا في الكويت مشكلة لذلك نحن نميل إلى مذهب الحنابل أن تصلي قبل الناس حتى تضمن صحة جمعتك تصلي قبلهم خمس دقائق أو ما شابها حتى تضمن صحة جمعتك وعندنا ارتباط الجمعة بالتكبير يعني من كبر أولا فهو ماذا صلاته هي الأولى وليس بالخطبة إذن عندنا المسبوقة باطلة إذا لم يكن حاجة انتبهوا إذا لم تكن حاجة لأن بعض المساجد لا تجد فيها إلا مئة والمسجد ما شاء الله باقيه فارغا فهذه من المساء الخطيرة جدا يعني ينبغي على المسؤولين أنهم يراعونها يعني بزيادة عناية لأنها تتعلق بصحة صلاة المسلمين جهل الحال لا ندري من المسبوقة نصلي الجمعة ونصلي الظهر وجوبا حتى نخرج من هذا الأمر بيقين هذه هي المشكلة أنك ستصلي جمعة وستصلي ظهرا إن جهل الحال إن جهل الحال نعم يرحمك الله وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الجمعة وصلى ستا بعد الجمعة كما ثبت في الصحيح أداب الجمعة ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه طبعا التطيب والتنظف جاء بالحديث ويمس من طيب أهله أحسن الثياب أيضا لقول عمر الخطاب يا رسول الله لو اشتريت هذه فجعلتها للجمعة والأعياد واستقبال الوفود فالإنسان يوم الجمعة يلبس أفضل الموجود ويبكر إليها ماشية لأنه كما جاء في الحديث من كان في الساعة الأولى كأنه قدم بدن ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة ويدن من إمامه إذن الفضيلة في الدنو إلى الإمام وهو الخطيب ويقرأ سورة الكهف في يومها عندنا سورة الكهف تقرأ في اليوم ليس في الليل إنما إذا صليت الفجر فقد دخل يومك فيجوز لك أن تقرأ سورة الكهف ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ولا يتخطى الرقاب إلا الإمام أو لفرجة تخطى الرقاب إذاء وإذاء المسلمين لا ينبغي لكن الذي يباح له أن يتخطى الرقاب الإمام حتى يصل إلى المنبر والذي رأى فرجة في موضع متقدم فهذا كأن الناس أباحث له أن يتخطاهم حتى يصل إلى تلك الفرجة فلذلك هذان الأمران وهما الإمام ومن يريد أن يصل إلى الفرجة لا يدخلون في هذا إذاء المسلمين الآن يقول الشيخ وحرم إقامة غيره ليجلس مكانه الناس متساوون عند الله سبحانه وتعالى في الحقوق والواجبات فأنا إذا جئت وجلست في مكان الآن أصبحت أحق به للسبق فإذا جئت أنت وأقمتني حتى تجلس مكانه فبأي حق ليس ثم حق فلذلك عندنا في المدى من أقام غيره وجلس في مكانه فإنه يعتبر مغتصب فلا تصح صلاته فليحذر نعم يقول الشيخ وحرم إقامة غيره ليجلس مكانه ورفع مصلى مفروش أنا جئت مبكرا وضعت سجادة وذهبت لأقضي حاجة هذه السجادة عندنا في المذهب تنوب مناب صاحبها فكأن صاحبها جالس في هذا المكان فلا يجوز رفعها إلا في حالة واحدة إذا أقيمت الصلاة فقد سقط حقك أما ما لم تقم الصلاة فإنه لا يجوز لأحد الرفع هذه السجادة أبدا لأنها كالنائب عن صاحبها فتدخل في المسألة الأولى نعم إلا إذا حضرت الصلاة ومن قام لعارض ثم عاد قريبا فهو أحق بمكانه ذهبت أتوضأ وعدت خرجت من المسجد لاتصال هاتفي وعدت فإني أحق بالمكان الذي أنا قمت منه وحرم كلام والإمام يخطب لأن فيها مشكلة اللغو كما قال صلى الله عليه وسلم الاستثناء اثنان إلا له أي للإمام أو لمن يكلمه لمصلح نعم تفضل آه نعم ما انتبهت نعم يقول ومن دخل والإمام يخطب بمسجد صلى تحيته موجزا وجلس من دخل طبعا هذه من المسائل التي فيها الإنسان لا يترك الخير حتى في أضيق مدة فالخطبة من الخير وتحية المسجد من الخير فلذلك النبي لما جاء رجل قال له صل فتجوز حتى يجمع بين الخيرين ومن دخل والإمام يخطب بمسجد صلى تحيته موجزا وصلى له قال صلى الله عليه وسلم تجوز فيها بمعنى لا تطل فيها وحرم كلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه لمصلحة إذن الكلام حال الخطبة حكمه الحرمة المستثنى الإمام الكلام للإمام أو من يكلمه الإمام لما قال صلى الله عليه وسلم يا فلان لما تأخرت فقد آذيت وآنيت وقال له صليت قال لم أصلي قال خاطب ذاك الرجل فقال آذيت وآنيت وخاطب ذاك الرجل فقال صليت قال لقل صل وتجوز فيهما فالخطاب بينه بينه جائز ويجوز قبل الخطبة وبعدها في حال الخطبة هي الحرمة قبل الخطبة حلال بعد الخطبة حلال ألا نتهينا من صلاة الجمعة صلاة الجمعة دائما في المذهب نأتي بعدها بصلاة العيد لتقارب الشروط لتقارب الشروط قال باب صلاة العيدين فارض كفاية حكم صلاة العيد فارض كفاية إذا قام بها بعض المسلمين صغطت عن البعض أو الكل وأيضا وهي من شعائر الإسلام الظاهرة لو تركها أهل قرية عاقبهم الإمام بالقتال وهو كما قدمنا التأديب وهو التأديب صلاة العيدين فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام قاتلهم قلنا هو من بال التأديب ووقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال هذا وقت صلاة العيد ما هو وقتها كصلاة الضحى متى صلاة الضحى؟ ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبل الزوال وتسن في صحراء قريبة دائما كلمة صحراء هي المنقطعة عن البنيان وليست العرصات والساحات هي الصحراء المنقطعة عن البنيان الفضاء تصلى خارج القرية وليس داخل القرية في بعض ساحاتها فليتنبه الإنسان للفرق بينهما نعم وتسن في صحراء قريبة وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر وأكله قبله عكس أضحى لمضح وتكره في جامع بلا عذ صلاة العيدين عندنا الفطر وعندنا الأضحى هناك بعض العلل يقول العلماء تقديم صلاة الأضحى حتى ينشغل بماذا؟ بالأضحية واضح؟ وتأخير الفطر حتى يخرج زكاة فطره واضح؟ صلاة الفطر لماذا يعجل الإنسان بالأكل؟ وصلاة الأضحى يؤخر الأكل لأن تعجيل الفطر في الفطر حتى يستيقن أنها صلاة وبعض الناس يتشكك لعل اليوم ليس العيد أو ما شابه فالشارع أوجب عليك أو سن لك الأكل حتى تكون على يقين أنها صلاة العيد دون تردد أما الأضحى فإنما حتى يأكل من أضحيته الصلاة العيد في الجامع مكروهة عندنا إلا لعضر كما قلنا الحاجة تزال الكراها تزال بالحاجة الكراها تزال بالحاجة نعم ويخرج إليها على أحسن حال يبكر مأموم ماشيا ويتأخر إمام إلى الصلاة دائما يقول العلماء الإمام ينتظر لا ينتظر الإمام ينتظر لا ينتظر لذلك الإمام يتأخر لأنه هو الذي يرتقبه الناس المأموم يبكر لأنه ينتظر فلذلك تخرج في أحسن صورة الأفضل أن تخرج ماذا ماشيا طبعا إلا إذا كانت المسافة بعيدة فتستخدم أي وسيلة تصل بك إلى هناك ومن شرطها كما قدمنا في صلاة الجمعة ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة إذا صلاة العيد لا تجب على مسافر وإنما تجب على مقيم والمقيم هذا هو المستوطن والمستوطن في بناء والبناء هذا لا يغادره صيفا ولا شتان ويرجع من طريق أخرى وهذا الأفضل حتى تكثر حسناته حتى تشهد له الأرض ويصلي قبل الخطبة ركعتين يكبر في الأولى بعد افتتاح وقبل تعوذ وقراءة ستة وفي الثانية قبل قراءة خمسة يرفع يديه مع كل تكبيرة إذن يرجع من طريقة أخرى خطبة الجمعة خطبة ثم صلاة العيد صلاة ثم خطبة يكبر ست مع تكبيرة الإحرام يصبح سبع تكبيرة الانتقال مع خمسة يصبح ستة هذه التكبيرات بين كل تكبيرتين يقول هذا الذكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما وإن أحب قال غيره يقول هذا متى بين التكبيرة يعني يقول الله أكبر بعدين يقول الحمد لله كثيرا سبحان الله وهكذا حتى يصل ثم يقول الله أكبر لكن لأن عادت الناس في هذا الوقت أنهم لا يعرفون هذا الحكم فربما بعضهم قال لك سبحان الله أو ما شابه ذاك تنبيها فلابد أولا من زرع ثقافة المذهب في الناس ثم التطبيق يعني لا يطبق الإنسان قبل أن يشعر أن الناس استوعبوا هذه المسألة نعم هو بينه هو يقول في نفسه لم يذكر في المذهب الجهر إنما يقول التكبيرة هي الجهر ويسكت بينها يعني لا أعرف أحد النص على الجهر نعم وإن أحب قال غيره يعني لست ملزوم بهذا الدعاء بذاته ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية وهذه وردت عنه صلى الله عليه وسلم وإذا سلم خطب خطبتين كالجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع نسقا كلمة نسقا أي متتابعة بعكس التكبيرات التي في الصلاة يكون بينهم ماذا؟ الدعاء أما هذا نسقا نسقا بمعنى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الثانية والخطبتان والتكبيرات والزوائد والذكر بينها سنة ما معنى كلمة سنة؟ يعني لو لم يفعلها فإنها لا حرج فيها ولا ساو وكره تنفله قبل الصلاة وبعدها بموضعها صلاة العيد عندنا لا تسبق بصلاة وليس بعدها الصلاة عكس الجمعة الجمعة ليس لها قبل إنما هو مفتوح نفل مطلق وأما بعدها فهي ثنتان أو ست أما العيد فلا قبلها ولا بعدها ويسن التكبير المطلق كلمة مطلق معناتها هناك تكبير مقيد التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيد وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة إذن يوم العيد أكبر ماشياً نائماً قاعداً قائماً على طول ما أستطيع أما التكبير المقيد فهو بعد الصلاة في أيام التشريق أما التكبير المطلق الشيخ قال لك هكذا في ليلتي العيد والفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة ليلة العيد وعشر ذي الحجة أكبر في السيارة ماشياً قاعداً ما تيسر لي من التكبير والمقيد عقب كل فريضة لاحظ التقييد عقب كل فريضة جماعة إذن المنفرد ليس عليه تكبيرات إنما التكبيرات للجماعة أي في المسجد أو ما كان فيها جماعة في الأضحى إذن الفطر ليس فيه التكبير من صبح يوم عرفة إذن عندنا التكبير المقيد يكون متى؟ من صبح يوم عرفة هذا للمقيم يعني المقيم عنده التكبير المقيد يكون صبح يوم عرفة والنحر وثلاثة أيام التشريق إذن والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق إذن المقيم يسبقه بيوم كامل يكبر عقب الصلاة من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق المحرم الذي حج إلى بيت الله صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق وإن نساه قضاه موضعاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أنا صليت وجلست نسيت أن أكبر لازلت في مصلي تذكرته أرجع وأقوله لأني لازلت في موضعي خرجت من المسجد سقط أحدثت بمعنى تقض وضوءي سقط عني هذا التكبر وليسن عقب صلاة عيد وليسن عقب صلاة عيد نعم وصفته شفعا شفعا يعني مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يقولها مرتين الآن عندنا أنتهينا من صلاة العيد الآن يقول الشيخ باب صلاة الكسوف يقول باب تسن صلاة الكسوف إذا كسف أحد النيرين اللي هم الشمس والقمر كيف أصلي ركعتين إذن صلاة الكسوف ركعتين متى إذا كسف القمر وخسفت الشمس يقرأ جهرا في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلة ثم يرفع مسمعا ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع طويلا دون الأول ثم يرفع ويعتدل ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصل الثانية كالأولى إذن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركعان إذن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركعان كيفيتهم أقرأ الفاتحة سورة طويلة أركع لما أرتفع من الركوع أقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أقرأ سورة الفاتحة وسورة طويلة دون الأول ثم أركع بذلك أكون أنهيت الركعة الأولى أسجد سجود طويل بذلك أنهيت الركعة الأولى ثم الركعة الثانية تكون على نظامها لكن دونها في الكل يعني الركعة الثانية دون الأولى في الكل في الركوع في قراءة الفاتحة في قراءة السورة التي بعدها في السجود دائما تكون أقصر من الأولى وهذه ترجع إلى يعني حسب قضية الخسوف هل مازال موجود أو ليس موجودا يعني مرات قد ندرك من الخسوف بقايا يعني قد مضى مثلا ربعا وبقي ربعان أدركت الثلث أدركت السدوس فتصلي حتى ينجلي لكن لو أدركته من بدايته ويستغرق مثلا ثلاث ساعات فإنك تصلي بقدر هذه الثلاث ساعات حسب طبعا قدرة من معك وقدرة الناس ثم قال الشيخ لكن دونها في الكل ثم يتشهد ويسلم وإن تجل الكسوف فيها أتمها خفيفة وقبلها لم يصلي يعني نفرض أن قالوا كسوف الشمس سيكون الساعة السابعة والنصف كسوف الشمس سيكون الساعة السادسة والنصف السادسة والنصف في وقتنا الآن تكون الشمس ماذا غربت غربت فالآن هل علينا صلاة كسوف ليس علينا صلاة كسوف لأنها غربت وهي مكسوفة فليسنا مطالبين بصلاة الخسوف هذا معنى كلمة وقبلها لم يصلي أي إذا زال الكسوف قبل أن نصلي فلسنا ملزومين بالصلاة هذه ونحن في الصلاة تجلت بمعنى أن الشمس خرجت مرة أخرى نقية نقول أكمل الركعتين خفي فتين ويصح فعلها كنافل يعني يصح أن أصلي صلاة الكسوف كأنها ركعتان فقط لا ليس في كل ركعة ركوعان نعم وبثلاث ركوعات وأربع وخمس وهذه كلها فعلها الصحابة رضي الله عنهم صلوا ركعة فيها ركوعان وركعة فيها ثلاثة ركوعات وركعة فيها أربع ركوعات وركعة فيها خمس ركوعات وكل سنة وكل سنة الآن صلاة الاستسقاء يقول الشيخ فصل وإذا ضر جدب أرض وقحت مطر صلوا صلاة الاستسقاء كعيد فيما تقدم الآن لأن الجزيرة العربية هي تعتمد اعتماد كل على المطر وما ينتجه المطر بأنها تكون أمياه جوفية هذا اعتماد الجزيرة العربية ولأنهم أهل ماشية ورعاية فالجدب عندهم يضر فسمي استسقاء واجتماع الألف والسين والتا تستدعي الطلب استسقاء بمعنى طلب السقية استقتل بمعنى طلب القتل استعلم بمعنى طلب العلم هذه فائدة الألف والسين والتا فالاستسقاء عندنا يكون وقت الجد إنزل إذا كانت الدول معينة تعتمد على أنهار وخف منسوب المياه بزيادة ملحوظة جدا مما أضر بهم يجوز أن يستسقوا أيضا فإنما كل إنما هو طلب الماء كيف كان إما عن طريق المطر إما عن طريق النهر إما عن طريق الآبار حسب حاجة الناس نعم صلاة الاستسقاء كصلاة العيد إذن هي من حيث الوقت ومن حيث الاهتمام تكون كصلاة العيد يقول الشيخ وإذا ضر جدب أرض وقحت مطر صلوا صلاة الاستسقاء كعيد فيما تقدم وإذا أراد الإمام الخروج لها وعد الناس يوما يخرجون فيه وأمرهم بالتوبة وترك التشاحن والصيام والصدقة الآن أردنا الخروج لاستسقاء الإمام يقول يا أهل تلك المدينة سوف نخرج الاستسقاء في اليوم الفلاني يعني لا يأتي وقت الاستسقاء ارتجالي لا يأتي ارتجالي وإنما يأتي على استعداد لماذا؟ أولا حتى يتوب الناس ويرجع المظالم ويبعد بينهم التشاحن ويكثر من الصدقة ويكثر من الصيام كل ذلك إنما دليل على أننا صادقون يا رب في طلبك يعني جاء في بعض الإسرائيليات أن بني إسرائيل خرجوا الاستسقاء فقال الله لنبيهم قال لهم تخرجون إليه وبطونكم فيها الحرام وتلبسون الحرام وقد تركتم خلفكم الحرام لو لا مكانك لخسفت بهم لو لا مكانك لخسفت بهم فأنت تطلب من الجليل سبحانه وتعالى العافية والصحة وأن يمدك حتى يعينك على معصيته هذا لا يأكم تخرج لكي أن الله سبحانه وتعالى يعطيك المطر والخير لتستمر في ظلمك هذا لا يأكم الله يبتلي يستدرج نعم أما أن تطلبه بالطاعة فلا يعطيك إلا الطاعة فلذلك هذا معنى كلمة الإمام يأمرهم بالتوبة وترك التشاحن والصيام والصدقة الآن طريقة الخرج ويخرج متواضعا متخشعا متذللا يعني دائما الإنسان إذا أراد أن يطلب من الإنسان طلب إنما يطلب به في صورة تدل على وضعه يعني مرات ترى حسن الطلب جميل يعني أعرابي خاطب هشام عبد الملك فالأعرابي يدري أن لا طاقة له بهذا الملك لأن هشام عبد الملك في تلك اللحظة يعتبر ملك الدنيا يحكم الأرض من الصين إلى جنوب فرنسا كلهم بأمره فهو ملك الدنيا فالأعرابي تلطف إليه بعبارة جميلة قال يا أيها الخليفة إن كان المال مالك فتصدق على عباد الله وإن كان مال الله فأعطيه عباد الله فلاطفه بكلام جميل فأعطاه معروف عن هشام أنه بخيل فأعطاه بهذا الكلام اللطيف أنت تخاطب رب البرية الذي يملك كل شيء وأنت محتاج إليه تخرج إليه وأنت متكبر متغطرس في زينتك لا يصلح فلذلك لا بد أن تخرج متواضعا هذا أولا والتواضع معنى ترك الكبر ثانيا متخشعا تظهر الخشوع وهو خروجك كأنك منكسر متذللا شعورك بحاجتك إليه ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والمميزين طبعا أهل الدين والصلاح هذا صنف والشيوخ كبار السن والمميزون لأنهم لا معصية لهم فأنت جحشت في هذا الموطن كل أسباب الصدق أيضا فيصلي بهم ركعتين كالعيد ثم يخطب واحدة يفتتح بالتكبير كعيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به منها قول سبحانه وتعالى استغفر ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا نعم ويرفع يديه ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم غيثا مغيثا وأدعي التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وينادى لها ككسوف النداء التي لصلاة الاستسقاة وصلاة الكسوف الشيخ هنا شكلها الصلاة جامعة والمشهور هي بفتح فيهما الصلاة جامعة هي أشهر من الرفع الصلاة أي أدعوكم إلى الصلاة مفعل به جامعة حال هذا أشهر في هذه الكلمة وعليها الإعراب وفيها أيضا إعرابات أخرى نصب الأولى ورفع الثانية على خلاف لكن الشهر للصلاة جامعة الآن ينادى لها لأنها ليس لها أذان ولا إقامة ولا ما شابها الآن إذا مطرنا إذا مطرنا ماذا نفعل وسن وقوف في أول مطر وإخراج متاعه ليصيبه وقوله مطرنا بفضل الله ويحرم بنوء كذا طبعا سن الوقوف في أوله لقول النبي إنه حديث عهد بربه إنه حديث عهد بربه وإخراج متاعه ليصيبه لأنها بركة ولأن الله يقول أنزلنا ماء طهورا فهو يصيب من هذه الطهارة وقوله مطرنا بفضل الله نسبة الفضل لأهله وهو الله سبحانه وتعالى والذي حرم عندنا بنوء كذا أي بواسطة الواسطة هنا التي دخلت فيها قول النبي أصبح من عبادي مؤمن به وكافر النوء نجم النجم بذاته لا يعطي ولا يمنع وإنما جعله الله وعلامات وبالنجم هم يحتدوا فعندنا الذي يحرم يحرم بنوء كذا وفي نوء كذا لا يحرم الباء هنا العلة أو السبب فهني يكون حرم أما إذا كان بحرف الجر وهو فيه فإنه يكون ماذا جائزا مطرنا في نوء كذا المقصود بها أن الله جعل النجوم آيات فجهزها الله سبحانه وتعالى بها يعرف الناس أحوالها ولا زالت يعني معرفة النجوم من أسباب الناس ويعني من تعمد أن يتعلم النجوم سيعرف الأوقات كلها صيفا وشتاء وحرا وبردا ومشى بلالك نعم نفسه يعطيها كما شاء يعني لو أدرك رجل من صلاة الكسوف ركعه فإنه يقضيها على مثال ما كانت في الأولى وإن شاء كالنافلة فهو نفسه مخير هو يفعل كما لو كان يصلي لوحده يعني مسبوق صلاة الكسوف رجل صلى الإمام بنا ركعة فأدرك الركعة الثانية الآن سلم الإمام سيقوم ليأتي يتيها عليه كيفية؟ هو خير يتيها بركوع بركوعين بثلاثة كيف شاء يطيل يقصر نعم لا عندنا عندنا مسألة الركوع الأول هو الركن يعني الآن نأخذها على الركوعين رجل جاء إلى المسجد والإمام في الركعة الثانية في الأولى يعني الأولى كم فيها ركوع؟ ركوعان الركوع الثاني لا يعتد به يعني لو أدرك الركوع الثاني يقول قد فاتك الركوع إذن عليك ركعة لأن الركوع الأول هو الركن الركوع الأول هو الركن الآن يقول الشيخ كتاب الجنائز كتاب الجنائز مرتبط بكتاب الصلاة لأنها خاتمة الإنسان ولأن الله سبحانه وتعالى جعل بداية الإنسان في التكليف أن يكون ممن يصلي وجعل نهايته وقد فارق الدنيا أن الناس تصلي عليه طلبا للرحمة من الله سبحانه وتعالى والجنائز جمع جنازة وهي في الغالب تطلق على السرير الذي يحمل هذه معنى كلمة جنازة يسن الاستعداد للموت وعيادة مريض وتذكير التوبة والوصية الاستعداد للموت كما قال النبي اذكروا هذا اللذات لأن الإنسان لا يدري متى يفاجئه الحق ولا يدري متى يأتيه الموت في أي مكان أو في أي زمان وما تدري نفسهم بأي أرض تموت وما تدري نفسهم ماذا تكسبه غدا كلنا نجهل هذا الأمر ولولا الأمل لا رأينا من بعضنا ما لا يرى غيرنا نعم إذن يستعد للموت كيف يستعد للموت يرد المظالم يخشى الله سبحانه وتتوقع عنه يعني كما جاء في الحديث إذا أمسيت لا تنتظر الصباح وإذا أصبحت لا تنتظر المساء وعيادة المريض حق من الحقوق المسلمين أن يعوده والعيادة بمعنى أنه يأتيه يوم ويتركه يوم يسأل عن حاله إذا حضاره يذكره بالتوبة يا فلان توب إلى الله سبحانه وتعالى والوصية والوصية بمعنى إذا كان للناس عليك حقوق إذا كنت تطلب من الناس حقوق إذا كان عندك مال كثير سنأخذه في باب الوصاية إن شاء الله فيتصدق على عباد الله يحسن إلى الناس يعمل لنفسه من الخير وإذا نزل به أي نزل الموت به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندى شفتيه يعني الآن بدأ يصارع الموت في الغالب وقت المصارعة الشفاة تنشف الحلق ينشف فأنت ترطب هذين المكاينين بشرب ماء يسير وتجهيزه بالشراب أو الماء بل تندية الشفتين وبل الحلق لذلك نبينا وهو صلى الله عليه وسلم خير البشر كان يغط وجهه بخرقه ويقول لا إله إلا الله ألا إن للموت سكرت ولقنه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد عليه يعني الآن إنسان يصارع الموت تقول له يا فلان قل لا إله إلا الله هو قال لا إله إلا الله خلاص تسكت فإن تكلم تسمح له بالكلام فإذا انتهى قل له يا فلان قل لا إله لكن مداية قل له ثلاث مرات ولا تزد فإن هذلك يضجره فإن الإنسان يضجر نعم يقول مرة ولا يزاد على ثلاث إن لم يتكلم ويقرأ عنده ياسين ويوجهه للقبلة قراءة ياسين لما فيها من تذكير بالله سبحانه وتعالى والموت والحق وما شابه ذلك وإن كان الحديث فيها ضعيفا لكنه كلام الله سبحانه وتعالى يوجهه للقبلة لأنها قبلتنا أحياء وأموات فهي أشرف الجهات وإذا مات الآن انتقل الإنسان إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإذا مات سنة تغميضه لأن سبحان الله البصر يتبع الروح فإذا شخص بصر هكذا وخرجت الروح سنة أن تغمض هذين العيني شد اللحيين سبحان الله من رأى منكم الموت يعني رجل ميت سبحان الله تجده كأنه متصل بحبل بمجرد ما تخرج الروح يتفكك هذا الجسم يصبح كل المفاصل مرتخية جدا فماذا نفعل؟ أولا نشد اللحيين لأن الإنسان سينفتح فمه فتدخل الهوام وما شابه ذلك فأول ما نفعلها نشد اللحيين خرقة توضع تحت حنكة وتربط إلى قمة رأسه هذا شد اللحيين أيضا تليين المفاصل لأن الإنسان ما دامت الروح فيه ففيه دورة دموية ففيه حرارة فإذا توقف القلب برد الجسم وإذا برد الجسم تيبست الأعضاء فأنت تعمل تليين بحيث ترد كل شيء إلى موضعه وتليين مفاصله خلع ثيابه حتى لا يبلى لأن الثياب تولد حرارة فربما ضرت هذا الجسد فيخلع ثيابه ووضعه على سرير غسله موجهاً مستوراً بثوب يجعله بهذه الهيئة رأسه أرفع من قدمين ويستره بثوب لأنه كما قلنا قد خلعت ثيابه ووضع حديدة على بطنه حتى لا ينتفخ وإسراع تجهيزه وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه إذن السنة أنك تسرع تجهيزه إذا لم يتضرر إذا تضرر مثل نحن في بلد شديد الحرارة ربما تفسخ فالاستعجال هنا حتى نحفظ حقه فنقول هنا يجب الإسراء أما إذا كان في وقت معتدل لا يضر اليوم واليومي كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ودفع ليلة الأربعة لانشغال الصحابة في بيعة أبي بكر رضي الله عنه نعم إنفاذ وصيته يعني قبل دفنه نأخذ مالا نجهز به ننفذ وصيته ونقضي دينه لماذا قضاء الدين يكون قبل الصلاة لفعل النبي هل عليه دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم فدل علانا قضاء الدين قبل وقت التجهيز فصل الآن عندنا الميت كم له حالة انتبه وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية كم حالة خمس حالات الغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن كلها فرض كفاية حق من حقوق المسلمين على المسلمين الآن من هو أولى الناس بغسله قال وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب الأصل الأب الأسف الأصل الوصي رجل قال فلان يغسلني إذن هو يقدم على الجميع وهذه فعلها سيدنا أبو بكر أوصى إلى أسماء بنت عميس وكما فعلت سيدتنا فاطمة أوصى إلى علي أن يغسلها إذن أولى الناس بغسله من وصيه إذا لم يكن ثم وصي فالأب لأنه أكثر شفقه ثم الجد لأنه أب ثم عد الأقرب فالأقرب الإبناء ثم الإخوة وما شابه ذلك وبأنثى وصيتها ثم أمها ثم جدتها ثم القرب فالقرب ولكل من الزوجين غسل صاحبه الزوجية تنقطع بعض الأحكام بالموت وتبقى بعض الأحكام مع الموت من الأحكام الباقية أن عليها العدة ولها الميراث فلوجود هاتين العلتين سمحنا لها أن تغسل هذا الزوج أو الزوج يغسل هذه المرأة معنا في صورة من صورها قد انقطعت فلذلك الزوج والزوجة يجوز لأحدهما أن يغسل الصاحبه وكذا سيد مع أمته السيد له أن يغسل أمته ولرجل وامرأة غسل ما دون سبع ومن لم يحضره من له غسله يمم البنت أو الولد دون السبع يغسله إن شاء نساء وإن شاء رجال أما من فوق السابعة أو فوق السابعة فإن مات رجل في حضرة نساء أو امرأة في حضرة رجال ليس لهم أن يغسله يمم ويدفن نعم الآن وإذا أخذ في غسله سترى عورته لاحظوا أن غسل الميت لا تجوز فيه المباشرة يعني كوني أغسله لا يجوز لي أن أعريه تماما لأنه ليس من حقي إنما أستره أيضا لا بد أن يكون بيني وبينه حائل شيء ألفه على يدي وأغسله به إذن وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوس يعني هو مستلق هكذا أنا أأتي من الخلف وأرفعه حتى أجعل رأسه على صدري لماذا؟ لأفعل هذه العلة وهي أن أمر بيدي حتى يمر على بطنه فيخرج ما كان متبق من الفضلات وما شابهها إذن رفع يقول ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكون ثم بخور لأن لحظة خروج الفضلات ربما خرجت رائحة فلما يكون ثم بخور فإنها تذهب مع هذا البخور ويكثر صب الماء إذن لماذا؟ لخروج الفضلات أن تكثم من الصبحة تذهب مع الماء ويلف على يده خرقة ينجيه بها يضع يده خرقة ثم يغسل تلك المواطن التي يخرج منها البول والغاط ويغسل ما عليه من نجاسة إذا كان ثم نجاسة على بدنه من دم أو قيء أو صيد أو ما شابه ذلك ثم ينوي غسله لأن الميت لا نية له من الذي ينوي الغاصل ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل كفيه ويوضيه ندباء إذن أول ما نبدأ به أن مواضع الوضوء ولا يدخل ماء أنفمه ولا أنفه لماذا لا يدخل لأن إذا أدخلت الماء في أنفه أو في فمه ربما جرى مجرى حتى يخرج مرة أخرى من البول أو الغاط فتعيد الغصف فنحن لا ندخل شيئا في فمه ولا في أنفه ماذا يفعل بل أصبعيه بخرقة خشنة مبلولة بماء بين شفتي يعني يأخذ خرقة أو قطنة ثم يمرها على أسنانه ويوضي بها أنفه يعني يدخلها في أنفه لا يدخل ماء أو ما شابه ذلك لا يدخل فقط خرقة مبلولة وننظف هذين المكانين إذن بل أصبعيه بخرقة خشنة مبلولة بماء بين شفتي فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط رغوة السدر بس للرأس واللحية ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء عليه ثلاثا يمر يده في كل مرة على بطنه فإن لم ينقي بثلاث زادة حتى ينقي ويجعل في الأخيرة كافورة ويكره ماء حار لم يحتج إليه الآن انتهيت أنت من غسله بالكامل في النهاية تجعل الكافور الكافور هي مادة تطرد الهوى يعني لما تغسل الإنسان بالكافور سبحان الله هذا الكافور له رائحة نفاذة فلا تقربه الحشرات ولا الهوى نعم الماء الحار كما قلنا الميت ربما تفسخ بهذا الماء الحار هل تحتاج إليه أو لا تحتاج إليه لم أحتاج إليه مكروه احتاجت إليه ليس مكروه ومحرم ميت كحي المحرم يغسل كما يغسل الحي يغسل بماء وسدر ويجنب الطيب لأنه لا زاله محرما ويلبس ذكر مخيطة ولا يغطى رأسه ولا وجهم أنثى المحرم يظل محرما الذكر لا يغطى رأسه ولا يلبس مخيطا ولا يطيب والمرأة إنما إحرامها في وجه فلا يغطى وجهها ولا تطيب شهيد المعركة قال الشيخ ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلماء الشهيد معروف قياده الشيخ بماذا؟ شهيد المعركة أي في الساحة لأننا سنأخذ بعد قليل بعض الأشياء التي قد تحدث لبعض الشهداء نعم مقتول ظلما من هو المقتول ظلما؟ المقتول ظلما عندنا أنواع قتيل السلطان بغير حق قتيل البغاه قتيل اللصوص هذا كله يسمى ماذا؟ قتل مظلوما هؤلاء نعاملهم معاملة شهيد المعركة لا يغسلون وإنما ولا يصل عليهم يدفنون لأنهم شهداء الآن يقول الشيخ ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما إلا لنحو جنابه الجناب لوجود الأثر وهو فعل حنضلة ابن أبي عامر الذي غسلته الملائكة في غزوة أحد ويدفن في ثيابه بدمه بعد نزع سلاح وجلد فإن سليبها كفنا في غيرها عندنا الآن لو أن رجل في المعركة معركة بين المسلمين والكفار فضرب هذا الرجل ضربة أثبتته ثم نقلناه إلى المخيم عندنا في المذهب إن تكلمه أو شريبه أو استقاءه أو مافع أي شيء يفعله فإنه ينتقل من شهيد المعركة إلى ميت موتة طبيعية إذن لذلك قيدناها بشهيد ماذا؟ إنه في ساعة الحرب أثبت أثبت مات في ساعة في ساحة الحرب نقلناه إلى مكان آخر للخيمة فشرب أكل عطس صعط سعل أي فعل بمعناته أنه فيه حياة مستقرة إذن أنت لست من شهداء المعركة الآن الشيخ يقول يدفن في ثيابه بس ينزع منه السلاح والجلود إن زينا لقناك كما فعل المشركون في غزوة أحد سلبوا المسلمين سلاحهم وثيابهم ثيابهم نكفنه في غيرها وصقط لأربعة أشهر كمولود حيا بعد الأربع شهور نعتبره كأنه مولود حي فنغسله ونكفنه ونصلي عليه لو أن سألك قال يا شيخ زوجتي حامل ثلاثة أشهر وسقط الإبن ماذا نفعل؟ نقول ليس عليه صلاة ولا تكفين ولا شيء إنما يدفن في المقبرة دون صلاة ولا شيء لأنها قطعة لحم وليس يصلى عليه لأنه يعتبر كأنه مولود حي ومن تعذر غسله يمم من تعذر غسله؟ بعض الأمراض الفتاكة الذي احترق حتى لا نستطيع أن نتقرب إليه بالماء واضح؟ أو رجل مثلا حبس في ثلاجة مثلا فتجمد إلى درجة كبيرة فإذا انتظرنا أن يذوب الثلج ربما تفسخ فماذا نفعل؟ ننتقل من الغسل إلى التيام نعم وعلى غاصل ستر شر وهذه ينبغي جدا أن يحذر الذين يغسلون الموت أن يخرجوا عورات المسلمين أو ما رأوهم من سوء لأن الناس تأويلاتهم كثيرة تأويلاتهم كثيرة يذكر قصة أن امرأة غسلت امرأة في زمن التابعين فقالت كلمة عظيمة وهي تغسل المرأة يعني اتهمتها بالزنا ولياذو بالله قالت عن ذاك الموضع قالت ما هذا الجمال لو لا فحش فيه فالتصقت يدها بالجثة فبلغت أحد التابعين قال فجلدوها القذف فجلدوها القذف فأرسل الله يدها فالإنسان يعني إذا رأى خير يبشر يقول غسلنا فلان فوجدناه ما شاء الله تبارك الرحمن نوره خرج منه كذا لأن هذا من ذكر الخير أما الشر فيجب عليك ستر لأنك لا تدري ظروف الناس ربما أنت رأيت شرا ابتلاءا لك وليس عيبا في الميت نعم يقول الشيخ فصل يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره كما قدمنا التجهيز يعني لو سألك السأل ما الذي يجب إذا مات الإنسان نقول أول ما يجب صرف المال على تكفينه وغسله وما شبه فإذا انتهيت انتق العاد إلى الباقي إذن يقدم تكفينه على ديونه يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته غير الزوج رجل مات وترك مالا أول هذا المال نصرفه في ماذا في التكفين مات فقيرا نقول من يلتلزمه النفق الأب ابن ابن العام كل من تلزمه النفق يجب علي أن يشتري له كفانا وهذا نأخذها إن شاء الله في باب النفقات فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقة غير الزوج الزوج عندنا مرتبط نفقته بالاستمتاع فبعد الموت فقد هذا الأمر فليس ملزما دائما كما قلنا قبل قليل حين نحن نتكلم عن قضايا فقهية فدعنك العاطفة ودعنك الشهامة ودعنك الكرم فليست هي قضية مسائلنا هذه أمور تحمد عليها لكن لو سئلت فقيا لو جاءك كنت القاضي فجاءك الناس قال هذا الزوج لا يريد أن يكفن زوجته هل يلزم الجواب لا يلزم لأن في هذا الموطن لست ممن يجب عليه النفق لم نجد أحدا يتبرع فثم من بيت المال وهذه ما تفعله بعض الدول جزاها الله خير فقد أغنت الناس عن هذه المسألة تبرعت بالأرض وتبرعت بالتكفين والغسل ثم على غني علم ذلك ما عندنا بيت مال أو بيت المال سلب يعني من تابع التاريخ الإسلامي يجد أن حتى في تلك العصور بعض الناس يعتبر بيت المال كأنه باله الخاص فيبدأ يصرفه في أشياء لا تنبغي فإذا جاءت القضايا المهمة وإذا بيت المال ليس فيه مال ثم على غني علم ذلك أيضا من باب التعاون على البر والتقوى وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نعم وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن إذن ثلاث لفائف الذي رأى فيكم كيف يمهد الطفل هو بالضبط نفسه يوضع بالنصف تأتي باليمنى ثم تأتي باليسرى والثاني والثالثة ثم تربط كأنك تراعي طفلا صغيرا نعم وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تجمر ويلبس بعضها على بعض والحنوط الحنوط أخلاط خاصة بالتطيب وهي خاصة في الميت لذلك تجد كثير من القصص التي حدث في تاريخنا الإسلامي يقول فتحنط وذهب صار الحنوط هي كناية عن عطرات خاصة للموت نعم يقول فيما بينها أي بين الثلاث اللفائف توضع بينها يوضع عليها مستلقيا يعني يوضع على ظهره ويجعل قطن محنط بين اليتيه مكان الردفين ويشد عليه بخرقة مشقوقة الطرف تجمع اليتيه ومثانته التبان أو ما يعرف يسمى عندنا الكويتين خيري سوجري هذا بالضبط نفسه في السابق ماذا يعتون بالخرقة يشقونها من طرفين تدخل بها رجليه ثم يربط من وسطه حتى تجمع اليتي مع المثانة حتى لا يتفلث أو يسترخي الرجل نعم يقول وعلى منافذ وجهه المنافذ الأنف العين الفم الأذن تجعل قطن في هذه المواطن حتى لا تدخل الهوى ومواضع سجوده أي مواضع سجوده يجعل الطيب وما شابه ذلك ويلف ويلف عليها ويجعل أكثر فاضل كفن عند رأسه وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز ويكره تعميمه وزعفران تعميمه لبس العمامة وزعفران لأنه من طيب النساء فهذه لا تنبغي أن تجعل في الميت الفاضل بمعنى بعد ما تكفن الزيادة من القماش تجعله من جهة الرأس المرأة قال وتكفن امرأة في خمسة أثوأ إزار وهو الذي يوضع في وسط الأسفل وخمار وهو ما يوضع على الرأس وقميص وهو الذي يلبس على الكتفين حتى يصل إلى نصف الجسم ولفافتان لاحظ حتى في هذا الموطن أنت تسعى في ستر المرأة نعم والواجب ثوب يستر الجميع يعني الواجب في الرجل والمرأة ثوب يستر جميع البدن ويحرم بحرير يعني لا يصح أن يكفن بحرير ولا يجبى كفن لعدم إن أمكن ستره بحشيش ونحوه نعم أي هل مطلوب من أن نذهب إلى الناس ونقول لهم أعطونا مالا حتى نكفن إذا استغنينا بذلك بالحشيش وماذا شابه إذن إذا اكتفينا جاز ويمنع الجباية إذا لم نستطع فكما قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والواجب علينا تغطيته إذن نسعى في جمعه من الناس يقول الفصل الآن خلصنا من غسله انتهينا من تكفينه الآن وصلنا إلى الصلاة عليه ويقف إمام عند صدر رجل أين يقف الإمام عند صدر الرجل ووسط امرأة ندبا ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة تكبير الأولى يقرأ الفاتحة وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفي تشهد يعني التحيات لله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ويدعو للميت في الثالثة والدعاء الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه ويؤنث الضمير على الأنثى يعني ما يقول هنا اللهم اغفر له وارحمه يقول اللهم اغفر لها وارحمها وإن كان صغيرا قال بدأ الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم هذا هو الدعاء ومن شاء أن يدعو أدعي أخرى فهي أيضا راجعة له ويقف بعد الرابع قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة تكبيرات الأحرام أربعة الأولى الفاتحة الثانية الصلاة الإبراهيمية الثالثة الدعاء الرابع يقف قليلا ثم يسلم الآن يقول الشيخ والواجب أي أركان صلاة الجنازة القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام هذه الإنسان يسعى دائما في فعلها فاتك شيء من التكبيرات هذه صفة صلاة الجنازة ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ندبا جئت وقد صلى الناس كبر الناس ثلاث تكبيرات بقي تكبير واحدة فبعد أن يسلم آتي أنا بالتكبيرات على نسقها وعلى طبيعتها وإن فاتته الصلاة صلى على القبر إلى شهر عندنا في المذهب الصلاة إلى شهر بعدها لا تجوز بعدها لا تجوز لماذا؟ لعلتين العلة الأولى أنه ما نقل عن النبي أنه صلى بعدش أكثر من شهر صلى على أمي سعد بن عبادة رضي الله عنه صلى عليها بعد مرور شهر الأمر الثاني أن الميث بعد شهر يكون قد تحلل فلا تصح الصلاة عليه لأنه قد بليت قد بلي جسده الآن قال الشيخ الصلاة على الغائب وكذا على غائب عن البلد بالنية ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد إذا أمنا تلويث المسجد فإنا نصلي عليه في المسجد إذا صلى إذا رجل عظيم أو رجل غاب عنا ولم يعني نستطع الوصول إليه لنصلي عليه مباشرة صلينا عليه بالنية اجتمعنا في مكان وهذه الصلاة على فلان رحمه الله ونصلي عليه يعني كلمة بالنية لأنه ليس أمام أعيننا الآن طريقة الحم طريقة الحم سن تربيع في حمله ويباح بين العمودين نفرض أن هذا هو السرير هذا هو السرير التربيع أنك تكون هنا في هذه الزاوية في حمله تحمله هكذا ثم ترجع إلى هنا ثم هنا ثم هنا هذا يسمى ماذا التربيع بين العمودين هنا 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 إذن ما هو الأفضل التربيع ما هو التربيع أنك تأخذ بهذه الزاوية الأربعة وأيضا إذا فعلت بين العمودين حملته من هنا أو حملته من هنا أو حملته من هنا أو حملته من هنا فأيضا جائز إذن سن تربيع في حمله ويباح بين العمودين وسن إسراع بها وكون ماش أمامها وراكب خلفها سن الإسراع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا فإن كان خيرا قدمتموه له وإن كان سوءا شيء تضعونه عن أكتافكم فهذا باب الاستعجال في حمله الناس طبيعتان إما أنه راكب على شيء وإما أنه ماش بقدمه الذي يمشي بقدمه يكون أمامه الجنازة والذي راكب يكون خلف الجنازة وكرها أن تتبعهم رأة المرأة في طبيعتها دائما كثيرة الجزاء فلذلك قد لا تصبر المرأة في وقت الجنازة عن أن تخرج ما في نفسها فربما انشغلنا بصوتها وإزعاجها وما تندب عن إكمال مهمتنا وأيضا لأن هذا محفل فيه رجال فنبتعد عن كثير من الشر ورفع صوتي معها طبعا هذا ليس متعلق بالمرأة متعلق بالرجال بعض الناس يكثر من الصياح يقول هذا فلان ابن فلان هذا يسمونه رفع الصوت مع الجنازة هذا أيضا لا تنبغي إلا إذا كانت هناك فائدة مثل ما فعل بالإمام يحيى بن معين لما توفي في المدينة حمل على سرير النبي صلى الله عليه وسلم ورجل بين يديه يقول هذا الذي كان يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وحرم أن يتبعها مع منكر عاجز عن إزالته منكرات الجنائز كثيرة الناس في طبيعتها يبدعون في الجنائز ما لا يبدعون في غيرها لأنها الرحلة الأخيرة فتجدهم إما يحملون مشاعر وإما أن يفعلون من المنكرات وإما أن تصحبها طبول وما شابه ذلك إذا كان في هذه الجنازة منكر عاجز أنا عن إزالته فإنه يحرم أن أتبعها فإنه يحرم أن أتبعها وكره جلوس متبعها حتى توضع للدفن مدام أننا نمشي بها لا يجوز يكره لنا الجلوس لا نجلس حتى توضع للحفر أو للدفن ويسجى قبر امرأة فقط التسجية هي أن تأتي بقطعة قماش وتستر بها قبر المرأة حتى إذا نزلت لا يراها أحد هذه سمت تسجية هل يجوز للرجال؟ نقول الكراهة للرجال والإباحة للنساء واللحد أفضل اللحد هو أن تحفر بعمق ثم تنحرف يمينا تجاه القبلة فيوضع فيها الميت ثم يغطى بالحجارة والشق تحفر إلى مستمعين ثم تحفر بقدر الجنازة فتكون بشكل منسج أما اللحد فهو الانحراف تنحرف إلى جهة القبلة إذن واللحد أفضل فيوضع فيها على شقه الأيمن مستقبل القبلة ويغطى باللبن ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله ويرفع قبر عن أرض قدر شبر مسنم ويباح تطينه القبر ترفعه بقدر شبر مسنم بهذا الطريقة يعني كأنه مثلت هذا معنات كلمة مسنم يباح تطينه أي جعل هذا القبر من الطين ويكره تجسيسه الجس مادة بيضاء توضعه نسميه الجبس نسميه الجس والبناء والكتابة هذه من المكرهات أنك تبني على القبر شيء أو تكتب على القبر شيء هذا من مكرهات الفعل والجلس على القبر من المكرهات والوطء عليه من المكرهات والاتكاء عليه أي تجعله متكأ مثل ما أتكأ أنا هكذا هذا من المكرهات ومشي بنعل في مقبرة بلا حاجة هذه من المكرهات أن تمشي بنعل واحدة بين القبر الحرمة ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر بلا ضرورة كل إنسان له قبر خاص فيه إذا أردت أن تدفن اثنين في مكان واحد لا بد أن تكون ثم ضرورة مثلا من الضرورات كثرة الموتة يعني ليس عندنا من الوقت والرجال والأيدي ما نستطيع أن ندفن به الناس كل في قبره فهذه ضرورة أننا إذا دفننا الربع يكون الباقي قد تعفن فندفن اثنين وثلاثة في مكان واحد هذا عذر عذر الثاني الأرض لا نستطيع أن نحفرها كأن تكون أرض حجارة أو يبز القبر الواحد يأخذ منا وقتا طويلا فهذا أيضا عذر بذلك يعني إذا مر عليكم في التاريخ يسمى الطاعون الجارف حدث سنة سبع وستين من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم سمي الجارف لأنه جرف الناس البصرة يعني البيت الواحد لا يكون فيه من الأحياء إلا واحد في ثلاثة أيام البصرة فقدت أكثر من مئة ألف لذلك كانوا يمرون على البيت فيغلقونه على أهله لا يستطعون دفنهم فتركوهم في أماكنهم يعني حتى الدفن لم يستطيعوا على دفنه فهذه من الأعذار نعم إذن ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر بلا ضرورة أنزل احتجنا إلى أن ندفن اثنين نجعل بينهما ساتر من تراب قال ويجعل بينهما حاجز من تراب وتسن القراءة عنده وجعل نحو جريدة خضراء القراءة عنده لأن القرآن من أعظم القراب عند الله سبحانه وتعالى فنحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن عند الميت حتى لعل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا القبر روضة من رياض الجنة والجريدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع جريدة قال لعل الله يخفف عنه فإن الإنسان لا يخلو من الذنب فإن الإنسان لا يخلو من الذنب لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل توبته وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه هذه قاعدة عندنا في المذهب كل عمل صل ركعتين وانوي بهما أنها لفلان عندنا جائز تصدقت ذبحت حججت اعتمرت تصدقت كل قربة خذها قاعدة كل قربة والقربة لا تكون إلا طاعة عندنا في المذهب الطاعة لا تكون ليست قربة بينما كل قربة طاعة إذن كل قربة إطاعة لله سبحانه وتعالى جعلها المسلم لحي أو ميت نفعته إن شاء الله سبحانه وتعالى وندب إصلاح طعام لأهل ميت يبعث به إليهم ثلاثة وكره لهم فعله للناس الناس تتبرع لأهل الميت أن تعمل لهم طعام هذا لا بأس به تحدي قول النبي اعملوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاء ما شغلهم أهل الميت يفعلون الطعام للناس كان يعده الصحابة من النياحة لذلك هو مكروه عندنا وكره لهم فعله للناس وتسن زيارة قبور لغير نساء النساء يكره لهم زيارة القبور فإن كان ثم حاجة فلا بأس أما الأصل فهو من باب الكراهة لعن الله الزوارة وتسن زيارة قبور لغير نساء ويقول إذا مر بها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وتعزية مصاب إذن يقول الإنسان إذا مر على المقابر يقول هذا الدعاء الدعاء هذا عظيم أولا تسلم عليهم وتصفهم بأنهم من المسلمين وفي حديث من المسلمين والمؤمنين وأيضا الكلمة التي كلنا مستيقنون بها يقول سيدنا الحسن وهي من الكلمات التي عدها عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلاء الإعجاز من الإعجاز يعني القرآن كلنا متفقون على أنه معجز لكن هناك كلمات عند العرب قيلت يعجز الإنسان أن يأتي بمثلها ذكر منها قول سيدنا علي رضي الله عنه قيمة المرء ما يحسن جرب هذه الكلمة وأعمل بها عقلك لن تجد لها مثيلة قيمة المرء ما يحسن الذي تحسنه هو قيمته والكلمة الثانية كلمة سيبويه والفعل مأخوذ من أسماء وهو للماضي لم يقع ووقع وماضي مستمر فهي في سطر واحد ما استطاع أحد أن يأتي بمثل هذه الجملة من جميع النحاء إلى يومنا هذا والكلمة الثالثة كلمة سيدنا الحسن البصري ما رأيت يقين أشبه بشك في شك لا يقين معه من الموت الموت يقين كأن لا شك معه هو شك كأن لا يقين معه لذلك يقول النبي وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نحن لاحقون بكم اليوم أو غدا بعدا الدعاء يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين وأيضا نسأل الله لنا ولكم العافي لأنهم في حال البرزخ نسأل الله العافي تعزية يعني يسن تعزية المسلمين والتعزية عندنا في المذهب ثلاثة أيام التعزية عندنا في المذهب ثلاثة أيام بعد الثلاثة أيام يكره لماذا لأنها فيها إزعاج أخيك المسلم بالتذكير لأن النساء خلال ثلاثة أيام يكون قد خفى حزنه فإذا جئته بعد ثلاثة تعزيه مرة أخرى ربما هيجته كما قال كما قال الأول ولو قبل ما بكاها بكيت على الصبا شفيت النفس قبل التقدم ولكن بكت قبلي فهيج للبكة بكاها فقلت الفضل للمتقدم فدائما بعض الناس يهيج وكما قال المتنبي عن ممدوح سيف الدولة شجاع متى يذكر له الحرب يشتقي يقول لأحد يتكلم عن الحرب قدام سيف الدولة لأنه إذا ذكر اشتاق للقطاب فخلونا هاجعين أحسن نعم وتعزيه مصاب المحرمة في الجنائز ويحرم ندب والندب ذكر محاسن الميت ذكر محاسن الميت ومحاسن الميت بعضها تجوز وبعضها لا يجوز الذي لا يجوز هنا تعدادها من التفجع وليس من التاريخ التوجع وليس من كانك تقول ليش أخذت مننا هو الذي حمانا وهو الذي رعانا ونحن سنضيعه بعده فتعدد من محاسنه تفجعا بما لا يغنيه أما ذكر بعض حسناته أو ذكر بعض الأشياء التي لا يعرفها الناس فمن يسمونها التأبين هذا يسمى ماذا التأبين وهو ذكر محاسن الميت وبعض فضائله كما وقف رجل على قبر عامر بن الطفيل عامر بن الطفيل رجل يعني ممن مات على الكفر والعياذ بالله بعد أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قبل الإسلام كان فارسا شجاعا معروفا في بني عامر بن صعصع وهو قاد حروب كثيرة فلما مات وقف على قبره أحد القوم قال قائلا عنه قال والله لا يضل حتى يضل النجم يعني من كثرة دلالته ومعرفته بالطرق لا يضل إذا ظل النجم يظله يقول لا تضل حتى يضل النجم ولا يعتش حتى يعتش البعير وكان خير ما يكون حين تظن نفس في نفس ألا حتى لا تظن نفس بنفس خيرا في هذا الموطن هو خير الناس للناس لكن مات على كفره نسى الله العافية إذن النجب ذكر محاسن الميت والنياحة رفع الصوت ولطم الخد معروف وهو ضربه بشدة وشقه الثو وهو تمزيقه ونحو ذلك لا بكاء البكاء لا بأس به لأنها رحمة من قبل الله كما قال يا رسولة تبكي قال إنها رحمة من الله وإنما يرحم الله من عباده الرحمان صلى الله سبحانه العافية هذا وصلى الله صلى الله онд Sport تبكي تبكي تبكاي تبكي تبكي شكرا